السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي وزوار القناة نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير فيديو جديد ودائما في إطار سلسلة الفيديوهات المتعلقة بالتحديث الجديد لداراته بريد الجزائر حول موقع OCCP يعني هناك بعض المشاكل اللي واجهت بعض متتبعي القناة اللي بالمناسبة نشكركم جزيل الشكر على تفاعلكم على فيديوهاتنا السابقة يعني وشكر بالأخص للناس اللي كانوا تواصلوا معنا سواء من خلال التعليقات أو من خلال صفحتنا تليكوم ديزاد على الفيسبوك واللي بالمناسبة ندعوكم بشتركوا فيها لكي يكون هناك جسر تواصل مباشر بيننا إذن خوتي فيديو نهار اليوم رايح نحكيوا فيها ل مشكل الرقم السري الخاص بOCCP خصوصا بالنسبة للناس اللي كانوا ديجام سجلين في OCCP وما قدروش يعني يدخلوا للمنصة من خلال هذا التحديث الجديد يعني رايح نشوفوا مع بعضانا لأنه وصلتنا عديد الأسئلة اللي راكم تشوفوا فيها كما تشاهدون يعني سواء من خلال الصفحة أو من خلال تعليقات كما كنا حطيناها كامل كما راكم تشوفوا إذن أول حاجة رايح نقوموا بها رايح نتصفحوا موقع OCCP كما راكم تشوفوا نقوموا بالنقر على هاته 3 نقاط ومن ثم نغير اللغة إلى اللغة العربية كما تشاهدون رايح نقوموا بتسجيل الدخول يعني بالنسبة للرقم السري يعني كنجيوا راح نديروا الدخول هناك العديد اللي كانوا مسجلين من قبل كيكتبوا رقم حسابهم البريد الجاري وكلمة السر ما يتمكنوش من الدخول يعني وكنا شرنا في الفيديو سابق لكن ما كناش شرحناها تفصيلا يعني وقلنا باللي الناس اللي مسجلين من قبل كيجيوا يدخلوا لهذا الموقع يعني بعد التحديث الأخير الموقع ما بقاش يعني كلمة السر ما بقاش متكونة من أربعة أرقام فقط بالنسبة لكلمة السر الآن في التحديث الجديد صارت مازيج بين ثمانية أرقام وحورف يعني راح نقوموا بتسجيل الدخول من ثم راح يطلب منكم تغيير الرقم السري الخاص بكم كما راح نشوفوا كما أنا كانت طلبة معايا ديجا وكندرت لكم تكابتر ديكران كما راح نشوفوا راح يقول لك بدل الرقم السري لك هاي كما راح نشوفوا كلمة السر الجديدة ثمانية أرقام وحورف على الأقل يعني راح نتكتبوا مازيج بين ثمانية أرقام وحورف ثم تقوموا بالنقر على تصديق ومن ثم تدخلوا للحساب كم يعني بصفة عادية إذن كينا حاجة فقط بالنسبة للناس اللي كانوا مسجلين ونساوا الرقم السري الخاص بهم يعني هناك طريقتين بشتري كيبيريهو يعني الموت باستعكم الخاص بكم يعني بالنسبة للطريقة الأولى عبر عنوانك البريد الإلكتروني الخاص وكيما استدرنا البارح الفيديو قلنا بلي يعني من المستحسن أنكم كيتسجلوا تعاودوا تكتبوا الإيميل الخاص بكم لأنه في حالة لا قدر الله نسيتوا رقم كم السري ولا ضعلكم يعني تقدروا تري كيبيريه من خلال بريد الإلكتروني يعني تكتبوا لهم باللي الموت باستعنا راحنا رايحين يرسلوا الكرسالة إلى بريدك الإلكتروني ومن ثم تقدر تري كيبيري يعني للموت باستعك كين طريقة خلاف يعني في مكتب البريد يمكنكم الحصول على الرمز السري على مستوى أي مؤسسة بريدية مقابل تقديم نسخة عن بيتاق التعريف الوطنية في طور الصلاحية مصحوبة بالاستمارة أدنى إذن كان هذا كل شيء يتعلق بفيديو نهار اليوم بارتاجيه مع خوتكم حبابكم وصحابكم بشي يستفيد الجامع ما تنسوناش بالبرتاج خوتي أعطيونا جام أعطيونا تعليقاتكم أراءكم انتقاداتكم كذلك تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك إلى الملتقى في قدم فيديوهاتنا سلام